مرحب بكم أولا تاني عزام شدين ورحب بزميل العزيز كابتن إيهاب جلال حارس مرمى النادي أهلي السابق ومدرب حراس المرمى الآن كابتن إيهاب منوارني الله يخليك كابتن أهلي أنا وصلت أني أنا معاك الله يخليك أنا أسعد إيه الأخبار كله قوي سيدنا عندك النهاردة مستفى شبير بيعود مرة أخرى وعندنا محمودة بالصعود نبيهات تانية من ما أوليك طبعا شيء رائع جدا عندك أكثر من حارس مرمى في النادي الأهلي النادي الأهلي بيخش بطولات كتير جدا عنده بطولات كتير لازم يكون عنده جاهزية من الحراس أو من اللعيبة طبعا فطبعا أنا سعيد جدا أن مستفى شبير بيأخذ النهاردة مستفى شبير بدأ قوي ماشي بخطة ثابتة جدا عنده شخصية وده مهم جدا أنك ترعب في النادي الأهلي بشخصية تكون متميز وشبير مستفى شبير من نواياتي اللي بدأ قوي وماشي كويس المشيات اللي خدها لعبها كويس جدا وبالذات المباراة النهائية مع الوداد اللي كان في السادة القاهرة نهاية أفريقيا لعبها هايل جدا وكنت أتمنى أنه برضو يستمر مع قابتن الشناوي طبعا لأن الشناوي طبعا عمل مباراة رائعة جدا مباراة هايلة جدا إنما محتاج أنت دايما أنك يكون عندك حارس 2 و 3 يكونوا على مستوى الحارس الأولي عشان أنت لو احتاجت ويبقى موجود فيه هو بالنسبة للعيبة لما بيبعد عن الملعب بيأثر أحيانا على مستوى لما يجي رجع تاني هل نفس الكلام بالنسبة لحارس المرمى؟ حارس المرمى كابتن أيمان لازم يكون مستمر كتير جدا ويلعب بفترات طويلة جدا عشان يأخذ الثقة هو ورأس الحربة رأس الحربة وحارس المرمى لازم يكونوا موجودين دايما في الملعب حارس المرمى طبعا عشان هو مركز واحد بس إنما رأس الحربة ممكن يتغير من يمين شمال في النص ما فيش مشكلة خلاص إنما حارس المرمى هو مركز واحد بس فأعتقد إنه هو لازم يأخذ يحتاج متشات لازم يحتاج متشات كتير عشان يأخذ فترات ساعات طويلة جدا إنه نلعبها عشان يبقى عنده الثقة إنه يلعب وما يكونش فيه ما يكونش بعيد عن الحارس الأولين وده اللي بيحصل مع شبير دلوقتي نبدأ بمين بقى النهاردة؟ مصطفى شبير دي لقاتات مصطفى شبير طبعا مصطفى شبير طبعا من حراس المرمى الجيدين جدا وأنا مرنته على مستوى الناشئين في النادي الأهلي كان من حراس اللي هي عندها شخصية دايما عندها شخصية وشخصيته هادية جدا شخصية محترمة جدا شخصيته في الملعب بتنعكس عليه مع اللعيبة بتاعته يعني اللعيبة اللي بتلعب معه شبير أول لما بدأ ولعب أول مباراة للنادي الأهلي في الدرجة الأولى ما حسناش إنه ناشئ أو لسه صغير أو تعالى بالعكس شخصيته انعكست عليه مع اللعيبة يعني اللعيبة عندها ثقة فيه جدا شبير تحس إنه بلعب من زمان جدا طبعا عشان بترب في النادي الأهلي وخطواته في اللعب هيلة جدا خطواته في اللعب هيلة جدا وعنده وقوة وعنده شخصية وعنده ورائع جدا وعنده تلنت عالي جدا 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 فشو بير من النوايات اللي هي تعتمد عليها كحارس مرمى في النادي الاهلي بناء وفاقه إن شاء الله نبتدي بكمان أبو الصعود أبو الصعود برضو من حراس المرمى الجايدين جدا سنه 35 سنة عنده خبرة قائد الفريق المأولين كابتل نادي المأولين فطبعا إحنا عايزين كل الكلام ده كلها يعني شوف إحنا برضو بتاعة مصطفى بتاعة مصطفى شو بير نخلينا مع مصطفى شوية مصطفى هايل جدا خطوات يعني تمركزه رائع جدا وإحنا في النادي الاهلي يا كابتل آيمن كنا دايما على طوب بنركز حتة تأفيل الزوايا والخطوات إمتى تطلع وإمتى ما تطلعش كل الكلام ده شو بير بيعمله كويس قوي بخطواته هايلة جدا عايز أقول تأفيلاته كويسة جدا يعني فيه صد في نهاية أفريقيا مع الوداد تلع أفل رائع جدا ويتحرق زي حارس المرمى بتاع الهندبول يعني ما يعملها شجر واحد متمكن واحد لعب مباراة كتير جدا فدي اللي خلت شو بير عمل كده إنه شخصيته هي انعكست على شخصيته انعكست على لعب كويس فطبعا نتمنى له طبعا التوفيق النهاردة نتمنى له كل التوفيق شو بير عشان يبقى إحنا كسبنا حارس مرمى جيد وحارس مرمى رائع جدا فنتمنى له طبعا التوفيق في المباراة النهاردة إن شاء الله إذن الله لان نتكلم على محمود أبو السعود ومحمود أبو السعود عنده بعض الأرقام الصعبة قوي قوي بما فيهم مثلا آخر مباراة اللي كانوا لعبنا يوم 22 أعتقد 10 مع زاد زاد حسب علي أربع ضربات جزاء صحيح أربع ضربات جزاء المقولين على فكرة مش عارف حظه وحش جدا آخر خمس مباراة كابتن أيمن على طول فيه ضربات جزاء عليهم صحيح ومباراة زد الأخيرة أربع ضربات جزاء مبارا واحدة تلاتة في مبارا واحدة تلاتة دخلوا واحد صدها أبو السعود فطبعا عنده أرقام كبيرة جدا نادي المقولين عندهم كل المباراة اللي بيلعبوها لازم يكون عليهم ضربات جزاء كتير جدا شهدت ضربات الترجيح مع النادي الأهلي برضو فيها ضربات جزاء وفيها ضربات ترجيح فأبو السعود من الحراس المرمى جايدين جدا في مصر سنه 35 سنة زي ما قلنا قبل كده عنده خبرة قائد المنتخب قائد المنتخب قائد نادي المقولين كابتن نادي المقولين عنده برضو ثقة في نفسه عنده خبرة كبيرة جدا فطبعا هي بس المشكلة كلها إن هي ضربات الجزاء اللي على طول بتحسب على نادي المقولين نسبة عالية دخل نسبة عالية طبعا عندهم بونتين من خمس مباريات فيهم 11 هدف تقريبا دخل فيهم أقتلتهم ضربات جزاء طبعا إنما محمد بساطة مش عايزين نديله برضو حقه نديله حقه إنه هو حرس مرمى جيد حرس مرمى نادي كبير نادي المقولين نادي كبير إن شاء الله نتمنى التوفيق ونستمنى طبعا الفوز طبعا لنادي الأهلي إن شاء الله ربما شكرا لك شكرا لنجزين اللحظة لك تتريم